يا جماعة الخير توم كروز مرة منتهي مرة منتهي الادم هذا اعتقد ما يعرفيش يعني خوف او اتوقع على اجزاء المسؤولة عن الخوف في دماغه ويا انها خربانة يا انه ما لها وجود وانا شايل هم انه عدم خوفه هذا بكرة يوديه في ستين داية ولا يموت علينا قبل كم يوم يا جماعة انتشر له فيديو هو فوق طائرة مش راكب في الكرسي ولا حتى متعلق بمظلة لا كذا جالس فوق الطيارة وبأقل وسائل السلامة كانه كذا متعلق في باب سيارة انا شخصيا لما طلع راسي من فتحة السقفخة خلي عادة تعلق في طيارة ومن دون مظلة ومن دون اي وسائل سلامة طبعا الفيديو هذا اللي نشره يفترض انه تسويق لفيلم ميشن امبوسبول القادم ويتش از يعتبر تسويق مرة مجنون صراحة الفيديو انتشر على نطاق واسع غير انه ميشن امبوسبول سلسلة مرة معروفة ولها جمهورة وانتظرونا الفيلم على حر من الجمر في كل الحالة عموما بخليكم معجوز من هذا الفيديو وبعدا نخوش على الاخبار مجنون صراحة مجنون توفرت الحلقة الاولى من الموسم السادس لمسلسل ريك اند مورتي وحصلت الحلقة على تقييم 8.8 من 10 على موقع ايم دي بي الموسم هذا راح يحتوي على 10 حلقات تقدرون جمعونها دفعة واحدة على نفس النظامي انا ما احب تابع حلقة حلقة بالذات ريك اند مورتي جمعها كده دفعة واحدة وغلقها او تقدروا تتابعوها بشكل اسبوعي اللي يعجبكم مسلسل سيد الخواتم او مسلسل the rings of the power يحقق اعلى افتتاحية في شبكة امازون على الاطلاق بعدد مشاهدات وصلت الى حوالي 25 مليون مشاهدة هذا بس في منصة امازون برايم لك ان تتخيل المواقع المقرصنة والخرابط الثانية كم جابت مشاهد good job امازون ورسالة مرة اخرى انا قلتها في الفيديو الماضي وبكررها الحين رسالة لكل الجمهور ولكل المتابعين ولكل الناس اللي انتظروا مسلسل سيد الخواتم او مسلسل the rings of power لا تنجرفوا وراء التقييمات اللي ما لها اي 66 لزمة تابعوا المسلسل بنفسكم وحكموا بنفسكم ومن الجهة الاخرى وفي الجانب المنافس الحلقة الثالثة من مسلسل الى التنين او مسلسل house of the dragon تحقق مشاهدات وصلت الى 16 مليون مشاهدة الكلام هذا في منصة HBO Max ارضو ايش ما ننزل منصات اذن ايش قاعد سوين لا لا صراحة house of the dragon شغال حريقة صح 6 دقائق من التصفيق المستمر بعد العرض الاول لفيلم the whale للنجم براندون فريزر الادم يا جماعة يقولون انه قدم دور قد يكون احد اعظم الادوار خلال العشر سنوات الماضية الفيلم طبعا لسه ما نزل لا تتحمسوا تقول وين نزل الفيلم لسه ما نزل بس كان هذا احد العروضة الاولية له ولكن احب طمنكم وقولكم انه التقييم المبدئي للفيلم على موقع IMDB وصل الى 9.5 من 10 ياب 9.5 من 10 صدق او لا تصدق وبرضو ايش لا تاخذوا على التقييم هذا لسه عدد اللي قيمه قليل بس برضو التقييم مبشر بخير قصة الفيلم عن معلم يعاني من السمنة المفرطة ومحاولاته البائسة في اعادة التواصل مع بنته الصغيرة الفيلم تصنيفه دراما ولا شيء سوى الدراما بيقولون انه تم تصوير الفيلم في موقع واحد او عدة مواقع بسيطة ومدة الفيلم ساعة و 57 دقيقة بالضبط وهذا يا جماعة للامانة واحد من اكثر الافلام المنتظرة هذه السنة سواء بالنسبة لي او بالنسبة للجمهور خمنوا من اخراج مين من اخراج الكبير دارين ارنوفسكي اخرج غني عن التعريف ولو افلام تشهد له فيلم ثور لوف ان بثندر اصبح متاح للمشاهدة بجودات عالية الفيلم بشكل عام في البوكس اوفيس او في شباكة التذاكر قدم مستوى جدا ممتاز وصلت ايراداته الى حوالي 750 مليون دولار حول العالم ولكن من ناحية التقييم والمراجعات واراء الجمهور والنقات الفيلم اخذ على راسه حبتين وبالرغم من انه في العرض المبدئي وصفوه انه احد افضل افلام ثور الا انه بعد العرض الرسمي للفيلم وصفوه الكثير بانه اسوأ افلام سلسلة ثور وبالرغم من انه التقييم المبدئي لو فاكرين كان حوالي ثمانية من عشرة الا انه بعد عرض الفيلم التقييم الرسمي وصل له حوالي 6.7 من عشرة علشان كذا قبل شوية قلت لكم لا تثوقوا في التقييمات المبدئية ممكن تكون عالية بس بعد عرض الفيلم الرسمي تطيح طيحة خفيفة وممكن تحافظ وممكن تطيح طيحة مرة قوية زي اللي صار مع ثور تقييم مبدئي ثمانية بعد شوية نزلين 6.7 اخ منكم يا مارفل وعلى طاري مارفل يا جماعة كيم كرداشين ياب كيم كرداشين تقول انه ودها تنضم الى عالم مارفل على اي دور يا روح امك سوبر اكت ولا سوبر اكت يا جماعة مارفل صارت مهزلة يا جماعة مارفل صارت مهزلة كل ما انا اب ودب يبغى انضم لعالم مارفل على المشزعان يا مارفل وحنا اللي كنا نقول انكم تب واضح انكم جالسين تدحدروا كيم كرداشين تبغى تنضم لعا لا المصيبة لو ضموها تخيلوا ضموها بعد فترة جابوها كذا حتى لو دور تسليكي لا تعطوها لا في احد يبغى ها في احد يبغى كيم كرداشين في عالم مارفل انا متكد لا وفي فيلم يا جماعة للامانة مهم جدا 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 قادم هذه السنة واعتقد انه بيكون مهم اكثر للناس المهتمين بالسينما وتاريخ تطور السينما لانه رح تدور احداثه في فترة تطور السينما وانتقالها من السينما الصامتة والى السينما المتحدثة او الناطقة واللي هي ترى يا جماعة فترة كانت مهمة جدا جدا في هوليوود وفي صناعة الافلام ورح يكون الفيلم من بطولة توبي ميجواير وبراد بيت والممثلة مارغوروبي واخراج مين اخراج داميان شازيل اللي اخرج لنا الرائعة هوليوود لا لا لاند والفيلم قادم هذه السنة وبالتحديد يوم 25 ديسمبر اضطوف القائمة ترى واحد من اهم الافلام ولمخرج غني عن التعريف واما الان عزيزي الوجيه خلينا مع اهم خبر لهذا اليوم واللي انتشر بشكل جدا جدا كبير الاسبوع الماضي وهو احتمالية حجب منصة نتفلكس في دول مجلس التعاون الخليجي وكمان مصر ليش؟ ما يحتاج ليش كلنا عارفين يا جماعة انو نتفلكس من زمانه هي تهبت وتطحن في محاولة تمرير اجندتها سواء بشكل مباشر او غير مباشر تروج للتحول الجنسي تروج للبيدوفيليا ولاشياء كثيرة تخالف عادات وقيم وتقاليد العالم الاسلامي والعربي ما فيه نيلة منيلا في الارض الا وروجت لها نتفلكس ومجتمعات كثيرة كانت وما زالت ترفض هذه الاشياء اللي قاعدة تسويها نتفلكس وابدل كثير من الناس في السوشال ميديا عدم رضاءهم واستياءهم بشكل مستمر ويا كم حملة مقاطعات بدأت وانتهت ولكن دون جدوى نتفلكس بقدم الجمهور قاعد يرفض ويحاول يصحح ويحاول يعدل من هذه المنصة الا انه نتفلكس دائما تسوي نفسها مجنونة او على قولاتنا اذن من طين واذن من عجين ما عمر نتفلكس تجاوبت ابدا ابدا مع اي اعتراض على محتواها تعترض تسوي هاشتاك ما لهم اي حس عملين نفسهم مجاني نزل عدد مشتركينهم حوالي مليون شخص ولا جابوا اي طاري لا حياة لمن تنادي وانخفضت قيمتهم السوقية بحوالي 100 مليار وماني داريكم وبرضو رافضين ومسوين نفسهم مجانين ولا حياة لمن تنادي حرفيا نتفلكس جالسة تثبت للعالم انه مشروعهم ذا نتفلكس مش مشروع تجاري مش مجرد شركة تدر فلوس للمستثمرين فيها تحس كده انه هدفهم معاد صار الفلوس نهائيا المهم يا جماعة الافلام والمسلسلات والمواد اللي في نتفلكس تقريبا كل عمل ينزل لنتفلكس لازم يمررون فيه ايش رسالة كده ولا حركة ولا جندة باي طريقة شفنا فيلم يروج للبيدوفيلة بشكل واضح جدا ولو فاكرين سويت لأمهم حفلة ذيك اليوم ونزلت فيديو ما خليت فيهم ولا بقت ومش بس أنا الناس كلها قلبت عليهم هذيك الفترة وهم لا حياتي لمن تنادي شفنا افلام كثيرة تروج للتحول الجنسي شفنا افلام اباحية حرفيا فيه افلام اباحية في نتفلكس تقيماتها واحد من عشر وثلاثة من عشر بالرغم من ذا قاعدين يعملو لها اجزاء ثانية وثالثة فوضى فوضى نتفلكس فوضى المشكلة ايش؟ المشكلة انه الهبل هذا اللي قاعدين يسووه نتفلكس بدأ يوصل للاطفال تدخل على قسم الاطفال في نتفلكس شوف فوضى يعني ايش ما قدرتوا على الكبار بديتوا تحولوا على الصغار عيب احا عموما يا جماعة قبل كم يوم طلبت هيئة الاعلام المرئي والمسموع من نتفلكس بشكل مباشر ازالة جميع المحتويات المخالفة من منصتهم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وهذا كان نص البيان نظرا لما لوحظ في الفترة الاخيرة قيام منصة نتفلكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الاعلامي في دول مجلس التعاون والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الاسلامية والمجتمعية وبناء عليه تم التواصل مع المنصة لازالة هذا المحتوى بما فيه المحتوى الموجه للاطفال والتأكيد على الالتزام بالانظمة مع التأكيد على ان الجهات المعنية ستتابع مدى التزام المنصة بالتوجيهات وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة الان نتفلكس امام خيارين اما انهم يحذفوا المحتوى المخالف صح ان منصتهم مليانة محتوى مخالف بس يحذفوه ولا راح يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم أنا مش خبير بس إيش هي الإجراءات القانونية اللي يقصدوها غالبا راح يكون حجب المنصة من دول مجلس التعاون الخليجي إذا نيتفليكس توجهها التجاري والأخلاقي اللي يحترم قوانين وقيم الدول الثانية باقي له وجود إذا باقي له وجود راح يشيلون المحتوى المخالف من دون أي مشاكل وإذا والله توجههم مشكوك فيه توجههم ما هو مصبوط وما يهمهم مصلحتهم والفلوس اللي جالسة تدخلها لهم مناطق الشرق الأوسط ودول الخليج والعالم العربي راح يعابطون ويتجاهلون ويسووا مجانين وتنحجب منصتهم من عندنا ومش بس دول الخليج يا جماعة كمان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أصدر بيان برضو يطلب من منصة نيتفليكس وغيرها من المنصات الالتزام بأعراف وقيم الدول في إنتاجاتها إذا فيه أشياء مسموحة في دولة لا تجي تحطها عندنا إحنا ما هو مسموح عندنا إحنا عندنا عادات عندنا قيم عندنا مبادئ وأتمنى فعلا أنه نيتفليكس يعني تتجاوب هذه المرة وتبطل أم المشاكل لأنه كذا أوفر صراحة الموضوع صار مرة بائخ الموضوع صار على قولتهم أحا عيب نعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية أخبار اليوم ما في أخبار كثيرة هذا الأسبوع ولا حبيت أجمع أخبار ما الأمها لازم أشاركها معاكم في الفيديو ممكن يكون الفيديو قصير ممكن ما تكون الأخبار كثيرة ولكن هذه كانت أخبار أو أهم الأخبار لهذا الأسبوع نعطيكم العافية يا جماعة المشاهدة اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات واضغطوا على زر اللايك لو أعجبكم الفيديو تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف شامعكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم